أخبارنا مع الأهلي وللأهلوية النهاردة هنبتدوا معهم أخبارنا بعودة لعبي النهاردة للتدريبات الجماعية الجديدة السعدادة لمواجهة القتن الكاميروني في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطول الدوري أطال إفريقيا مقرر لها إن شاء الله حتكون يوم السبت القادم على ملعب النادي الأهلي وي السلام لعب النادي الأهلي خلاص يمكن كانوا حصلوا على راحة بالأمس من التدريبات عقب التعادل مع نادي الدخلية بهدف لكل منهما ضمن مباراة الجولة العشرين الدوري الممتاز المصر يمكن كولر كمان أبد انطلاق ميران النهاردة كان ليه اجتماع مهم جدا مع اللاعبين وحذرهم من حالة عدم التركيز اللي أصبحت موجودة عند عدد كبير جدا من اللاعبين خلال المباريات الأخيرة واللي افتقدت الفريق طبعا فرصة الفوز في الضقاق الأخيرة سواء في مباراة سانداونز او مباراة اللي كانت في الدوري أبطال أفريقيا طبعا او في مباراة الداخلية في الدوري الأخيرة كمان كولر يعني لحد ما تشدد وعنف وهدد ان اي لاعب هيكون مقصر ومش بيبزل المجهود المطلوب منه هيكون في التدريبات هيكون فيه مصير ليه يعني بشكله وباخر كده اي لاعب زي ما احنا عارفين روحه انه يبقى متواجد في التشكيل روحه انه يبقى متواجد في الملعب هيبقى فيه ليه استبعاد وده نقطة بالتأكيد محدش اي لاعب بيلعب كورة مش حابب يكون داخل التشكيل ولا جوه الملعب في المباراة القادمة بيقول لهم ما فيش تهاون اللي هيقصر مش هيكون فيه التمنت عشر او فيه الملعب كمان كولر عقد كمان محاضرة فنية شرح فيها لللعبين قبرز او اهم نقاط الكوة والضعف الموجودة في فريق طبعا القطن الكاميروني الاحلاقي زي ما احنا قلنا يوم السبط القادم طبعا الهلاقي بيحتل المركز التالي فيه مجموعته برصيد نقطة وحيدة خلف سانداونز المتصدر برصيد سبع نقاط والهلال السوداني المتصدر او ستاني في المركز التاني برصيد ست نقاط بينما بيجي القطن الكاميروني فيه اخر المجموعة بدون اي من النقاط وده برضو نقطة بتصعب شوية الامور على النادي الاهلي لما تبقى رايح لفرقة انت وهي محتاجين ما فيش ما عندكش فرصة غير اللي انت تكسب المباراة ما فيش غير امل اللي انت تكسب فالمباراة كتير جدا بتعقد وتعارب في بعض الاحيان ولكن زي ما احنا متعايدين لعبة الاهلي ان شاء الله يقدروا يسعدوا جماهرهم في المباراة بالتأكيد مهمة هي محور هام للنادي الاهلي في صعوده ان شاء الله من دوري المجموعة يمكن كمان عدد كبير جدا من جمهور نادي الاهلي حابب يطمن على موقف اللاعبين المصابين قبل مباراة القطن الكاميروني سياسة كولير زي ما احنا عارفين كده ما بيغمرش ما بيحبش انه بدل ما انا عايز اكسب مباراة واضيف كارت ممكن يكون اه ليه قوة عندي في الملعب بس افتقدوا بعد كده فترات طويلة ما بيغمرش الراجل عنده مبدأ السلامة اهم يمكن خلينا لكو صعوبة كبيرة جدا هتبقى موجودة في الحق الرباعي سواء محمود متولي او عمرو السلية او احمد عبدالقادر او حسين الشحات بالمباراة ورغم ان الجهاز الطب النادي الاهلي بيحاول تجهزهم بشكل كبير جدا وبيعسى ان اللاعبه تكون متواجدة في اسرع وقت ممكن لكن زي ما بقول لكو مبدأ السلامة اللي بتتابعوا كولير مع اللاعبين رافض المغامرة باشراك اي من لعب الرباعي المصاب وكولير كمان بيفضل ان الرباعي يتم تجهزهم مباراة سان داونز مقرر لها يوم الحد عشر من مارس الجاري في جنوب افريقيا طبعا مباراة هتكون مهمة جدا مع متصدر المجموعة عشان تقدر تخش في الاجواء من بعض محطة القطن ان شاء الله في المرحلة القدمين كم سريعا كده صبات رباعي النادي الاهلي زي ما احنا عارفينها او نستعرضها تاني ونذكر بعدنا البعض فيها عندنا متولي بيعاني من شد في العضلة الخلفية عبدالقادل كان حصله كدمة قوية في الرجبة بالاضافة طبعا لعمر السلية اللي رجع تاني بيعاني من شد في العضلة السمانة وحسين الشحاج كمان هو الاخر عنده نفس الشد كمان خلد عبدالفتاح بواصل التأهيل من الاصابة اللي لحظة بيه بجزع فيه الرباط الداخلي للرجبة نتمنى السلامة والتوفيق لكل لاعبين سواء في الاهلي او الزمالك او اي الفرق المشاركة في البطلات الافريقية برامنزو فيوتشر عشان بس الناس ما تقولش احنا نسيناهم ولا ايه لسه مع اخبار النادي الاهلي المرة دي هنروح لملف مهم ملف التجديدات تجديد تعاقد مع اللعبين